بذاتها أن من وقع لديه خلل في معرفة الإيمان في معرفة الإيمان وقع لديه خلل في معرفة الكفر في معرفة الكفر فإذا رأيت أحداً يختل لديه التكفير في باب فاعلم أنه لديه خلل في أصل تأصيل الإيمان وثبوته فإنه ما من شعبة من شعب الإيمان إلا ويقابلها شعبة من شعب الكفر وما من شعبة من شعب الكفر إلا ويقابلها شعبة من شعب الإيمان فإذا كان لا يسميها الإيمان ولا يثبت الإيمان بها فإنه لا يثبت الكفر الكفر بها فإذا كان لا يثبت الإيمان بالسجود أو بالعمل الذي يقع من الإنسان وجنس العمل فإنه لا ينفي الإيمان بترك العمل